نظمت بلدية دبي جولة خاصة لإعلاميين من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الافتتاح التجريبي لسفار دبي وتشكل سفار دبي الموطن الأكثر تنوعا للحيوانات في دولة الإمارات العربية المتحدة ووجهة تثقفية مليئة بالمتعة والفائدة إذ تساهم في بناء عقول الجيل الصاعد وتفتح أمامهم الأفاقة لاكتشاف المزيد عن عالم الطبيعة ضمن بيئة تعليمية مميزة تثير فضولهم حول تنوع الحياة البرية الموجودة في الحديقة طبعا حديقة سفار دبي هي من الحدائق المميزة عن مستوى إمارات الدبي وعلى دولة الإمارات ونحن نطمع أن تكون أحد الحدائق المميزة على مستوى العالم هذا هدف الرئيسي وهي حسب توجيهه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظ الله بأن دائما مشاريع إمارات الدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تكون دائما في المقدمة لذلك حرصنا من خلال إنشاء هذا المشروع أن نقدم الكثير اللي يمكن يكون مختلف عن أي حديقة عادية لذلك حرصنا مثلا نعطي النماذج المعمارية اليوم نحن في هذا المبنى معماري متميز الحديقة تنقسم إلى قسمين قسم خاص بالقرية الأسيوية والقرية العربية والقرية الأفريقية وهذا يتم انتقال إليه عن طريق بصات خاصة وبعدها تأتي السفاري وهو الجزء الرئيسي في المشروع السفاري يتم نقل عن طريق سيارات خاصة هذه سيارات تنقل الشخص الزائر للحديقة عبر عدة جهات ومنها مثلا إعطاء انتباع كأنه هو في لدغال مثلا أو في صحراء أو ما شابه ذلك هناك تفاعلات أخرى من الجمهور وخاصة تفاعلات تعليمية ثقافية لأفراد المجتمع بالإضافة إلى الطلبة والطالبات تبلغ مساحة سفاري دبي 119 هكتار يتم اشتغلال تقريبا ثلث هذه المساحة حاليا بالمعارض الحيوانات الموجودة فيها والسفاري تتنوع الحيوانات فيها بين الحيوانات الأسيوية والعربية والأفريقية تتقسم إلى مجموعة من القرى أول قرية ممكن يشوفونها الزوار هي القرية العربية فيها مجموعة من الحيوانات العربية من شبه جزيرة بالإضافة إلى القرية الأسيوية وهي حيوانات بعد من آسيا ثم القرية الأفريقية وهي أكبرها وفيها مجموعة متنوعة من الحيوانات وأكثرها مجموعة نادرة يمكن ما يقدرون يشوفونها التنوع في مكان ثاني في شرق الأوسط تجربة السفاري وهي دخول السفاري مجموعة من الحيوانات المفتوحة في سيارات خاصة بمكان الزوار التنقل بحرية بينهم ومشاهدة هذه المجموعة من الحيوانات صراحة الحديقة من أروع ما يكون تنظيم على أعلى مستوى حيوانات أول مرة بنشوفها حتى هون من الحيوانات النادرة شفناها الأولاد كتير مبسطوا كانت رحلة مميزة صراحة التنظيم النظافة الرحلات في السيارات مش متعبة يعني زي ما كنا متخيلين مساحتها كبيرة بس في رحلات بالسفاري في بالسيارات فكانت على أحسن ما توقعناه كمان وهذا إشي كتير كويس هون في دبي